كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني يرافقه عدد من الوزراء المسيحيين بهذه المناسبة المباركة وأكد خلال زيارته المطرنية اللاتين في الأردن أن عيد الميلاد هو مناسبة لكل أبناء الوطن الذين يجسدون العيش المشترك والجسد الواحد في ظل الراية الهاشمية وأشهد الخصاوني بروح التضامن ومشاعر التعزية الصادقة التي عبر عنها مجلس رؤساء الكنائس والأخوة المسيحيون بإلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والاقتصار على الشعائر الدينية تضامنا مع شهداء الأمن العام الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن تهنياتنا لأنفسنا وليس لكم ولنا لأنه نحن في المحصل النهائي منصهرين في ذات واحدة وهذه المناسبة مناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد هي مناسبة لكل أبناء هذا الوطن الذي يسير على قاعدة الجسد الواحد وعلى قاعدة العيش الواحد وليس العيش المشترك العيش المشترك هذا عند غيرنا عندنا العيش الواحد واللون الواحد والطيف الواحد والانصهار الواحد فنحن ونحن واحد تحت هذه المظلة الجامعة التي يرعاها سيدي صاحب الجلال الهشمية الملك عبدالله الثاني بن حسين المفدى يعضده فيها ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يحفظهم الله ونستذكر معا وسويا ونرفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان لأن هذا مصاب ليس فقط للعوائل الكريمة التي ارتقى منها شهداء من أبناء أجهزنا الأمنية وأنما هذا مصاب لكل بيت أردن الشكر أيضا موصول للتعبير الواضح عن هذه الروح الوحدة من خلال مباشرة مشاعر التعزياء الجياشة والصادقة التي صدرت عنكم جميعا وعن أبنائنا وأشقائنا وشقيقاتنا وأبناء عمومتنا من المسيحيين في المملكة الأردنية الهاشمية الكنائس المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤدي دورا طالعيا في إطار الهوية الوطنية الأردنية الجامعة التي تشكل امتداد لرسالة الثور العربية الكبرى والتي تعترف وتقر وتحيي الدور المركزي دائما للطوائف المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتعزيز عرى هذه الدولة وتعزيز قيم التآلف والتراحم والانصهار الروحاني ما بين المسيحيين والمسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارهم جسد واحد ويد واحد ويد واحد دائما في السراء والضراء في السر وفي العند في المصاعب التي تواجهنا والتي نرتقيها ونتجاوزها سويا بعزم وعزيمة وإرادة لا تلين بإذن الله سبحانه وتعالى تحت ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة ومن جهته رحب سيادة المطران جمال الدعيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن باسم رؤساء وممثل الكنائس في الأردن بزيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد القربة من جميع أبناء الوطن الذي نعيش على ترابه ونسع جميعا لرفعته تحت قيادة جلالة البلك عبد الله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين دولة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة اسمحوا لي بمناسبة حضوركم اليوم أنا أتقدم بالشكر من خلالكم للأجهزة الأمنية على تفانيها في الخدمة لتأمين الاحتفالات الميلادية وسهرها على أمن المصلين واحتفالهم في جو من الفرح يليق بهذا العيد في هذا العيد الذي رفعنا فيه الدعاء من أجل الوطن وقيادته ومن أجل شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية الذين نعزيكم باستشهادهم ونعزي عائلاتهم والشعب الأردني العزيز بكافة مكوناته دولة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة إضافة إلى الاحتفالات الدينية والتي تكللت بصلاة العيد كان هناك العديد من الفعاليات التي قامت بها كنائسنا والتي تهدف إلى خلق أجواء من الفرح والتضامن الفرح للجميع وخاصة للأطفال والمحتاجين والتضامن مع الأقل حظا ودعمهم بمناسبة العياد لكي على حد القول القديس لاون الكبير من القرن الخامس لكي لا يستثنى أحد من هذا الفرح أن يشمل الجميع ودعم المحتاجين هو مسؤولية وهم مشترك لنا جميعا وكانت هذه المناسبات المختلفة فرصة لإظهار روح العيش المشترك والألفة بين جميع المواطنين هذه هي الروح الأردنية الأصيلة فنحن جسد واحد إذا فرح عضو فرحت معه جميع العضاء وإذا تألم عضو تألمت معه سائر العضاء موجود في الكتاب المقدس وفي التقليد الإسلامي أيضا دولة الرئيس نرحب بكم من جديد وصحبكم من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقيادتهم ليعيش جميع مواطنيه بالأمان والرخاء وكل عام أنتم بخير